موسيقى بسم الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد آمين نحن مسيحيون لا نصارى رسالة إلى داعش ستتكلم اليوم يا أحباب الرب وعزائي المشاهدين عن نون والنصارى ومن هم النصارى وما هو حرف نون هو الحرف اللي يسلب بيه داعش بيوت المسيحيين كي يستولي عليها أو يكون هذا البيت تابع لهم أو يكون مهدور دم صاحب هذا البيت هو وأهل بيته وهو أول حرف من كلمة نصارى وقد قامت الإعلانات والقنوات والجهات الأخرى من الإعلام تضامنا مع المسيحيين بإعلان حرف نون وحتى بعض الدول والمواقع على الانترنت مثل الفيسبوك وهنا يجب أن نوضح هذا أننا لسنا نون أي نصارى نحن ميم لا منون نحن مسيحيون لا نصارى إننا مسيحيون إننا أحرار مؤمنين ولدينا إله وكتاب سماوي تشهد له كل الخليقة وهو أول وأقدم كتاب على مر العصور ولا يوجد أصدق من هذا الكتاب نصارى أو النصرانية أو الناصرين هي ليست المسيحية من الممكن أن تكون مأخوذة نسبة إلى أن المسيح من الناصرة وقد أطلق من قبل شيوخ اليهود في أعمال الرسل 24-5 مدعين عليه كذبا وافتراء كي يلوث سمعة بولوس الرسول واعتقد هذا ما يحاول أن يقوم به كل شخص يدعو بالنصارى أو اسم غير لائق بالمسيحيين نحن مدعوين على اسم المسيح المسيحيين هم المؤمنين الممسوحين من الله حيث مكتوب في أعمال الرسل داعش 26 فحدث أنهما اجتماعا في الكنيسة سنة كاملة وعلما جمعا غفيرا ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا أولا نحن مسيحيون ولسنا نصارى هناك هرطق عن النصرانية وهم ليسوا مسيحيين حيث ينكرون ألوهية المسيح ظاهرة تزامنت مع ظهور الإسلام وهو اسم أطلق على المسيحيين مثل النصارى وهو فكر ضد ألوهية المسيح وعقيدة المسيحيين نحن نستند على المسيح والمسيحية وعلى اعتراف فموي بمجيء المسيح وصلبه وموته وقيامته وإيماننا إيمان قلبي إن الله أقامه من الأموات يتم من خلال الاعتراف والإيمان بالله بذلك يكون لنا خلاص بالمسيح يسوع كما هو مكتوب في روميا 10 9 لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمن بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلص أساس خلاصنا وأساس إيماننا هو اعترافنا وإيماننا بالمسيح يسوع فقط وليس النصارى وهناك المناصرين الذين ناصروا الإسلام ونحن لسنا منهم نحن مسيحيون أدباع الرب يسوع المسيح ولسنا مناصرين لأي شخص ولكن نحب الكل مثل معلمنا سيدنا ورسالتنا اليوم إلى كل شخص يشوه اسم المسيح والمسيحيين أو اللي حاسبين نفسهم منتصرين لو يفتخرون بعمل فاشل مثل هذا فإذ كان بعضكم يظن أنكم قد ربحتم فهذا غير صحيح لا يوجد ربح في الغش والخداع والكذب لأنكم بكل ما تفعلون بسلبكم بيوتنا وأراضينا وأموالنا وكل ما هو غالي بهدف أن ننكر المسيح حاش لي أن أنكر المسيح فأفتخر بالمسيح وإياه مصلوب وكما قال بولوس الرسول في رسالة روميا ثمانية خمسة وثلاثين من سيفصلنا عن محبة المسيح أشد أم ضيغ أم اضطهاد أم عري أم خطر أم سيف كل فخر كمسيحي أرفع رأسي بالصليب ولا شيء يفصلنا نحن المسيحيو العراق عن المسيح ونفتخر بالصليب والمسيحية ويسوع المسيح يصف البعض من المسلمون بآيات من القرآن النصارى الراسخون الرأي أي أنهم يؤمنون بالقرآن ما احترامي وتقديري لكل مسلم عراقي نحن نؤمن بالكتاب المقدس أي الإنجيل ويسوع المسيح الذي هو نور العالم لكن المسيح علمنا أن نحب الطرف الآخر مهما كان فكرة أو عقيدة ونحترم أفكارهم مو نتهجم عليهم أو نكتلهم لم يقل المسيح اتبعوا من يأتي بعدي أو كونوا نصارى بل قال سيأتي بعدي من هم غير صادقين أي أنبياء كذبة نحن لسنا نصارى هي فكرة أو هرطقة لا نعترف بها أو بمن يقول لنا هذا لأنه بمفهوم ثاني أنت تتجاوز حدودك وتتعدى على معتقداتنا وإيماننا وهناه بس يكفي لكل شيء أكو حدود نحن نعرف أنت منه منه أنت أنت الكذاب أبو كل كذاب أنت اللي تشبه خطاع الطرق أو اللصوص أنت الجاهل المتخلف الذي يدعي اسم الله أريد أقول لك أني أعرف زيان أنت منه أنت ابن الهلاك أنت الهالك أدعوك أن تكون ابن ظال وترحم حالك قبل مفوات الأوقت أنت ابن ماكو إلى مكان أنت مسكين تايح حزين تبحث عن الرجاء وليس لك أي رجاء حتى فرح ما عندك تركض وراء جهل وأكاذيب تركض وراء خيال أنت مخدوع يا مسكين المسيحيون هم الذين يؤمنون بكتاب المقدس موحى به من الله من السماء وأن الكتاب المقدس هو كلمة الله وأن المسيح هو الكلمة هو الرب وما تصلب وقام وإيماننا مبني على الله واحد إله واحد ونحن ندعو إلى وحدانية الله من تجي تحتي على المسيحيين اسأل وشوف منهم اسأل الناس يقولوا لك الأمانة والصدق والمحبة والسلام والفرح والعطاء شيء أنت تفتقق ده ما عندك وعندي كلمة أخيرة من سيفصلنا عن محبة المسيح أشدة أم داعش أم ضيق أم قطاع طرق أو لصوص أم اضطهاد وجهل وتجار دين أم جوع أم نون أم النصارى رسالتنا عزيزي المشاهد اليوم أخي المسلم اعذرني لا أستطيع أن أعترف بشيء أنا غير مقتنع به وهذا بسبب الطعن بالفكر المسيحي وأدعوك أنا ككافر إذا أنت تتكفرني اعترف بالمسيح ربه مخلص وأني مسيحي مدعو على اسم المسيح فأنا أفتخر أن أكون كافر صحيح أنه أنكم تعترفون بالمسيح لكن هذا في وجهة نظركم لكن اعترافك هو نكران لي عندما تطلب مني أن أدبع شخص آخر يتكلم القرآن عن المسيح لم يصلبوه وشبوه لهم أخي المسلم لا تطلب مني شيء متناقض وغير صحيح أخوك الكافر المسيحي الذي يتبع المسيح المذكور في كتابك أكثر من نبيك وتطلب مني أن أدبع شخص آخر كتابك يتكلم عليه أقل من مسيحي خلونا نصلي إلى سامع الصلاة يا رب يسوع ما حد يقدر يفصلنا عنك لأن مكتوب أنت ما تنسانا النسية الأم رضيعها أنت لا تنسانا أولادك أنت لا تنسى أولادك لأنك أمين وصادق أنت يا رب تحمينا برغم كل اللي يصار بنا نفتخر بيك ونشهد عنك لأنك إله السلام ورايتنا السلام والمحبة لأنك إله المحبة وإله السلام كونوا إيانا باركنا واستخدمنا لمجد اسمك القدوس وننتهر عدو الخير إبليس وعوانا تعال يا رب على كل محتاج أو في ضيق أو مريض أو تعبان أو مسكين وتمد إيدك وتشفي وتسدد كل احتياج وإلى كل مريض خلي إيدك على مكان المرض أو الألم وقل يا يسوع المسيح اشفيني واتبارك أولادك وشعبك يقول آمين باسم يسوع المسيح انتظرونا مع الحلقة القادمة ستكون الحلقة الرابعة أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله لمن هذا الكلام ولمن ستكون الرسالة رب بارككم وإلى اللقاء سلام الرب معكم بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ivan